موسيقى موسيقى ولد القارو الإيطالي من أصل المصري سامي سالم في إحدى قرى محافظة الدقهلية بمصر وفيها حافظ القرآن الكريم على يد سيدة مقرئة قبل التحاقه بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ثم تخصصه في الدراسات الإسلامية يعد من الجيل الأول من المصريين المهاجرين إلى إيطاليا وينسب إليه تأسيس أحد أبرز مراكزها الإسلامية في التسعينيات من القرن الماضي حيث تولى الإمامة والخطابة في أكثر من مسجد في جميع أنحاء إيطاليا وهو ما منحه صفة وسيط بين الثقافات العربية والإيطالية وهي الصفة التي فتحت له باب خدمة الجاليات المسلمة رحلتي مع القرآن الكريم بدأت بداية رائعة كان من محفظتي للقرآن كانت شيخة تسمى الشيخة نفيسة كنا نسميها الشيخة نفيسة هي كانت كفيفة ولكن هذه المرأة كنت أرى فيها النور يعني كان عندي خمس سنوات كنت يعني من العجيب أني كنت أنا الذي أحب أن أذهب يعني أجلس وأنظر إليها وأستمع إلى القرآن منها كان القرآن منها له حلاوة وله عضوبة يعني ما وجدتها في حياتي صراحة كانت تحفظني القرآن وكان هناك يعني إحنا كنا كم كبير ولكن كانت تركز كانت تعطينا بعض الأحكام بعض أحكام التجويد اللي هي الأحكام الأساسية مثلا الإضغام والإخفاء والإقلاب والأحكام يعني المنون المشددتين والأحكام اللي هي أحكام المد الأحكام الأساسية إضافة إلى بعض تعطي بعض المعاني فكانت كنا نتذوق القرآن منها كان لها شيء عجيب جدا هي كان نسميه كتاب الكتاب كان عبارة عن هي عندها صالة كبيرة كنا كلنا كأطفال نجلس فيها ولها غرفة ده في الداخل هذه غرفتها الخاصة وكنا في السابق يعني ما كان عندنا يعني بلاط ومشابة كانت أرض طبيعية العجيب يعني ارتبطت بيها ارتبط روحاني غير عادي لإني شفت معها آيات يعني أخلاقيتها اللي هي علمتنا عليها أنا يعني ما زلت يعني أدرسها الآن يعني حتى هذه الساعة يعني هذه المرأة التي كنت أرى فيها نور الإيمان بطريقة إضافة إلى أنها كانت جميلة جدا عندها دعابة عندها لطفة في توصيل القرآن يعني كنا أطفال خمس سنوات ست سنوات كنا نحب جدا رغم أنها كانت كفيفة أن سبحان الله الغرفة بتاعتها لا يمكن تتصور أن هي مش مبلطة لا بد تكنس وترش الماء وتثبت كنت أدخل غرفتها كانت الوحيد اللي كنت دخلني الغرفة بتاعتها يعني تستأمني يعني فقط يعني كان في تجد أن السرير مكوي مش لا يمكن تجد شيء في غير مكانه تعمل الشاي الشاي المصري يعني عمرها ما الشاي طلع على النار ولا طفل طفل كان عندنا بابور اللي هو الجاز القديم كان يتسلك بإبرة يعني حتى دقيق النظر ما كان هي كانت عمرها ما مارزت حرق عندها عمرها ما الشاي أنا كنت أتعجب يعني مستحيل يعني مستحيل أن هذه المرأة تكون لا ترى يعني كنت أتأكدت أن الكرآن كرامة يعني ليس لها حد كنت أرى كرامة هذا القرآن يعني في هي والعجيب سبحان الله يعني كانت يعني ربطت في قلبي خشوع حتى القرآن كنا في نلعب كنا أطفال نلعب الكرة في الطريق ومشابه لما تيجي تمر من طريق من بعيد وهي سبحان الله كفيفة لا ترك كنا نستخبى في الطرق يعني هيبة يعني وإجلال واحترام لشيختنا واستاذيتنا يعني طبعا إحنا إحنا ببقى عندنا حتة متابعة مع الشيخة نفسها طبعا إحنا عندنا الشيخ الحصري من ألذ وأمتع ما يستمع الإنسان كنا نستمع الشيخ عبد الباصط يعني في قراءاته كنا كشباب نتمثل يعني هؤلاء المشايخ ونظل في وضع منافسات كنا ندخل منافسات لسباق الحفظ القرآن صبعا على مستوى المراكز أو على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية فكان كلنا نبحث عن يعني أن نحن نقلد هؤلاء المشايخ يعني إلى أن جاء يعني أحد الأساتذة وقال يعني أنا لابد أن يكون كل يعني كل واحد يعني يقرأ القرآن بما يعيشه وبما يعني يشعر به فمن هنا بدأ يعني الإنسان يتواجد عنده طريقة طريقة الخاصة به إلا هو بدأ يقرأ بها كان عندي أسدتي في المرحلة الإعدادية كانوا دائما يعني يتباهوا بأننا طلبوا حفظة القرآن فكانوا يقدمون في الأمام الطلبة أننا نقرأ القرآن يعني وكأنهم يحركوا روح القرآن عند الطلبة الآخرين يعني أساتذة يعني أحييهم يعني من كان أحيا منهم فأسأل الله عز وجل أن يكرموا وأن يزيدوا من فضله ومن كان ميتا منهم فأسأل الله عز وجل أن يرحمهم يعني حقيقة في منهم يعني كانوا ربطونا بربط كوي جدا وقفوا معنا على الأحكام كان عندنا مشايخ كنا نخرج من المدرسة وكان عندهم العمود في المسجد سبحان الله تنتهي المدرسة أن نخرج من المدرسة الإعدادية وندهد نلازم الشيخ في العمود يعني حتى رغم أن سبحان الله كانت فترة يعني تبقى جائع ومرحق ولكن يعني الشوق ومتعة الاستمتاع إلى القرآن كانت زاد الأمر بقى لوطن الأمر أكثر يعني أني فجئت في المرحلة السنوية أني وجدت يعني أحد يعني أساتذتي في اللغة العربية جاء فقدمني لأعطي درس في أحد المساجد اللي هو يخطف فيها فالأمر كان يعني بدأت تشعر بمسؤولية أخرى تماما يعني رغم أنك يعني بقياس المصري كده يعني عيل لكن إزاي أنك تشعر بقى تعطي درس ما بين المغرب والعشاء وتحضر ولا بد أنك يعني تحترس بقى بعد كده تصحح أخطائك لا يمكن أن يكون لك أخطاء لغوية أو أخطاء أحكام تجويد أو يعني أو حتى منطقك وتصرفك في الحياة لابد أنه يظل يكون مضبوط لأنك أصبحت توضع في إطار معين فالعجيب أن في هذه المرة ودي من الفكهات يعني من الأشياء اللي أذكرها وكانت صعبة كدا على نفس وقتها يعني أول مرة لما طلبني فقدم عملت درس ما بين المغرب والعشاء حضرت له يعني عملت جهدي كبير جدا جدا وعملت حساب بزيادة بحيث أن المادة العلمية تتوافق مع الوقت والزمان والمكان والناس المتلقين وما شابه فجي طلب مني مرة أخرى فقلت بالله يعني أنت كنت شاطر في المرة الأولى يعني المسألة بقيت سهلة فعملت الدرس في المرة الثانية ولسه عن العشاء عشر دقائق يعني مفروض أن أنا أتم العشاء وسبحان الله دخل علي الشيخ المسجد وهو ما كانش حاضر الدرس الأول هو كان يسمع لكن ما كانش حاضر يعني هو كان يعمله بالقصد حضر دخل حقيقة أنا ما وقع في قلبي رحبة بمثل هذه الرحبة انخلعت ودخل ما شاء الله عنده إجلال وعيبة عنده وقار غير عادي أول ما دخل أنا صمت صمت عجيب ولقيته جلس بمنتهى الأدب متربحة وقلس وينظر لي يعني أشرت له باليد قلت له يا فضلت الشيخ فضل شور لي كمل كمل ما كنت أتصور أني فيه فيه رحبة بهذا الشكل يعني هو كان له هيبة سبحان الله رب العالمين أصر أني أكمل وأنا قلت يعني أن هذا ليس المقام مقامي ولكن مقام شيخنا وأستاذنا الفاضل يعني ولم أستطع أن حتى أتم حتى جملة واحدة يعني هذه الأمور بدأت يعني تحرك فيها بعض يعني أكثر من مفهوم أن لهذا الدين عظمة ولهذا الدين هيبة ولهذا الدين كرامة الأمر الآخر يعني لابد أن يأخذ الإنسان يعني بواقع الجد بكل ما تعنيه الكلمة في أن يحمل كل القضية بكاملها ولا يتصور الإنسان أنه ممكن يعني ينتظر مفاجآت يعني أنت لابد أن تكون معدل المفاجآت في أي وقت كان إذا كنت محضر خطبة ممكن تكون داخل المسجد بشكل طبيعي تجد أنه يقدمك للإمامة أو أنك تجد تدخل بشكل عادي فتجد أنه يقدمك للصلاة أو تجد أنك مثلا تعطي درس بحدود معينة فتجد أن الوقت متسع فلابد أن تكون لابد أن تكون مفيد ولابد أن تكون مؤثر وأنت لست موجود لاستهلاك الوقت ولكن أنت موجود لاستثمار كل لحظة أن تكون يعني تحب بالناس في كلام الله وفي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان للقارئ سامي سالم جهود كبيرة في خدمة أبناء الجالية المسلمة فهو من يتولى التنقل بين السجون الإيطالية لإلقاء المحاضرات وتوعية المساجين من الجاليات المسلمة وهو بصفته إماماً يشارك في المناسبات الحكومية وفي منابر الحوار بين الأديان والثقفات التي طرعاها الحكومة الإيطالية إضافة إلى حضوره القوي في المشهد الإعلامي الإيطالي في المناسبات الدينية واحتفالات المسلمين هناك ميذة عظيمة جداً لمن يقرأ القرآن هي القرآن يثقل الشخصية يثبت الإنسان على الحق حتى مهما كانت تبعاته يعطي الأمان أنك ترتكن إلى ركن سديد إلى الله عز وجل إلى رب هذا الكلام فيجعل الإنسان صاحب دعوة شريفة صاحب دعوة عظيمة هذه الدعوة الشريفة والدعمة العظيمة يعني تستوجب على الإنسان أن يعمل لها ولذلك كان حلمي في السابق منذ الطفولة كنت أقرأ كثيراً في التاريخ ولما أقرأ ألف لامي مغلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع السنين يعني أتعجب كيف كانت الصحابة تتمنى الانتصار للإمبراطورية الرومانية وكيف هناك فرح وكيف كان أن القرآن استدل بروما بالذات وجعلها معجزة ضمن المعجزات التي يستدل بها على عظمة القرآن وعلى إبداعه فكان عندي شوق حقيقة طيلة حياتي إلى روما وكان عندي تشوق إلى أن أكون يعني أعطي ولو قطرة في هذه المدينة فلما يعني جئت إلى هنا كان هناك صعوبات شديدة جداً جداً كان هناك يعني هذا المسجد يعتبر من أوائل المراكز الإسلامية والمساجد اللي فتحت في روما يعني وفتح في عام 1994 والمركز الكبير المسجد الكبير في روما اللي هو أكبر من ملكة الإسلامية في أوروبا فتح في عام 1995 يعني تم افتتاحه رغم أنه كان موجود أبلي قد يصل على الصلاة العادية ولكن يعني الافتاح الرسمي كان من بعد هذا المسجد بعام تقريباً يعني هذا الدور كان عندي شوق أن يكون هناك يعني أن نكون بذرة تلقى يعني تصورت نفسي كده كأني في طائرة وأنا يعني بحجم حبة السمسم التي تلقى من الطائرة فتنزل في الأرض فأكيد يعني يوم من الأيام ستأتي الأمطار وسيأتي هناك من ينبيت هذه الثمرة كان أكبر حلم في حياتي لما اجتمعت مع أحد الأنقياء الأصفياء يعني صديقاً يسمى الحاج متحت كنا نجلس مع بعض كنا الوحيدين وكنا نصلي مع بعض كانت الدعوة والأمل الإسلامي هنا كان يعني تقريباً في روما ما كانش موجود يعني بالمرة تقريباً فبدأنا نصلي جماعة وبدأت أصلي عملت صلاة جاء رمضان بدأت أصلي جماعة في السكن اللي أسكن فيه وشوية بقى نصف شوية الغرفة امتلأت شوية الغرفة الشقة امتلأت شوية السلن بدأ يمتلأ قلت لهم ماذا لو لكن أنا في هذه الفترة مع صديقه هذا يعني الله يرحمه يعني كان كنا في شغل دائم بحيث أن احنا نعد العدة لما يكون به فتح افتتاح مسجد أو مركز إسلامي في روما وبالفعل هيانا الأمر وبعدين عرضنا الأمر كأنه يعني إيه لأول مرة يعرض يعني فمسجد الفتح فتح إيه وانتهم مجنين وإزاي ومش ممكن ورومع ومستحيل وانت بتحلم ولسه بالنسبة لهم يعني حتى بالمفهوم البلدي كده شباب صغيرين أو يعني أنا شابي لا أستطيع تحمل هذه المسئولية يعني كان كان حلمي مع هذا الأخ العزيز الفاضل قلوه يعني نحن عندنا تعبير كده بالمصر قلوه احنا نبدأ نفتح ان شاء الله حتى يكون غرفة يكتب عليها مسجد وبعدين يضربونا بالنرزة يخلل الحكومة ما حد نش عايزين يعني نش عايزين حاجة ثانية فكان هو ذا الحلم اللي استجمع فبدأنا نجمع تبرعات وصيرة القضية كانت الناس تعرف فيه واحد اسمه الشيخ سامي في مكان كذا تعالوا نروح نسمع نصلي الترويح هناك ولا نصلي وراه ولا نسمع درس بدأ من هنا جمع تبرعات وبدأنا أخذنا استأجرنا مكان وكان الأمر في قمة الصعوبة كان الإيطاليين يرفضوا هذا الباب يعني يرفضوا يعطونا إرهاب وتطرفوا أجانبوا يعني كانت مسألة شوية لحد ما تم الافتتاح صلينا الجمعة الأولى الجمعة الثانية قلت لهم أنا بعد ما خطبت الجمعة الأولين قلت لهم يعني لابد أن يكون لكم مجلس إدارة والمجلس إدارة يعني هو اللي يقوم بالأمر وكان قراري أنا وأخي متحط الله يرحمه يعني نحن خلاص مهمتنا انتهت في هذه البلد يعني 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 هذا الأمر سبق أحلامنا يعني كون أن الباب يفتح ويكتب مسجد ونصلي فيه صلاة جمعة نحن سبقنا أحلامنا بملايين مراحل فخطب جبت إمام من مكان آخر وأخ عزيزي يعني طبعا دام ودي به حتى الساعة أخي اسمه أشرف في الزيات قلت له أنت تخطب الجمعة لأنني لو خطبتك أن ليه تأثير في المسألة وتطلب من الناس أن يقوم وأن يختاروا مجلس إدارة وخارجي أنا وأخي متحط يعني للأسف الشديد الناس ألو احنا كلنا جالسين محدش يعرف التاني الوحيدين اللي نعرفهم واحد اسمه الشيخ سامي واحد اسمه الحج متحط هم دول هم دول اللي يتولوا الإدارة يختاروا مجموعة معهم اللي هم ما عرفوا الناس الناس كلها لسه متعرفش بعضها يعني فالأمر ليس الأمر تكليفا وليس تشريفا والأمر ليس بالخيار ولكنه بالإلزام إلزام أصبحت ملزمين ظلينا نبكي سراحة لأن احنا مش متوقعين أن احنا نتحمل مسؤولية زي دي ومش في خطرنا وإحنا بالنسبة لنا خلاص حققنا حلمنا العجيب أن سبحان الله فتح المكان وزدنا نأخذ المكان اللي بجانبه والمكان اللي بجانبه والمكان اللي أسفله لحد ما زادت الجالية وأصبحنا قررنا الشراء اشترينا مركز من أكبر المراكز الموجودة في روما وتم شراءه بشكل كامل من أبناء الجالية لم نذهب إلى مساجد أخرى لم نذهب إلى أماكن أخرى لسنا تابعين لأحد لسنا تابعين لمنظمات كلها من رواد المسجد وتم الشراء وأعتقد أننا سبقنا الحلم بملايين المراحل العجيب أن سبحان الله هذا المسجد ويتحول إلى نقطة انطلاقة مساعدة الإنسانية زيارة سجون مستشفيات غسيل موتى يعني أصبح نقطة التقاء حتى بالنسبة للإيطاليين للتعرف على الإسلام والتعرف على يعني من أكثر المراكز أساسا في إيطاليا كذلك لتعرف بالإسلام ودخول الإيطاليين إسلام هذا المكان الحمد لله كثير منهم يتمنى أن ينال شرف يعني دخول الإسلام يعني من خلال هذا المكان فهذا الأمر أصبح نقطة التقاء لعديد من المراكز أصبحت نقطة يعني محركة للمساجد الأخرى للشراء فأصبحنا أيقونة لهذا الباب وأصبحنا داعمين كل المساجد التي تريد أن تشتري في إيطاليا تأتينا مباشرة وأذهب إليهم يعني أقوم بالدعم وأقوم بالمساندة وكذلك يعني أقومت بإنشاء مسجد آخر وهناك مسجد آخر في أحد قطاعات إيطاليا في الشمال اسم مسجد الفتح الجديد نفس هذا الهيكل مسجد الفتح هنا ولكن يعني على أصغر في منطقة أخرى في يعني بعد ذلك الحمد لله وصلنا إلى وسائل الإعلام والبرلمان ومؤسسات الدولة وأصبح هناك يعني تواصل تغيرت الصورة بعد أن كنا في المكان الأول يلقى علينا البيض والطماطم والمي مش عارب كنت أقول له ما حد يشير فع راسه ولا حد يعني يحاول يشوف مين اللي رمع عليه ولو وديله المتعة أنه هو استمتع أنه وقع على راسك شيء ما تشيلهاش لما تلفه وتبعد عن عينه عشان يعني يعني هو يحس أنه استمتع أنه أصابك بالأذى بس ما تعرفوش لأنه بكرة هيكون صديقك وعشان هيكون فيه ودي وعلاقة بينك وبينه بعد كده عملنا علاقات بأنا كل مؤسسات الدولة الكنائس تجينا تزورنا نروحنا ألقت محاضرات في الكنائس في السينما في المصرح في الجامعات في المدارس في البرلمان في لقاءات على كل في الميادين العامة يعني دخل ميدان عام مليء بالناس منتظر يسمع الإمام يعني في روما يعني لما صلينا صلاة العيد مثلا هنا في روما كان عوائل أول مرة ميدان من أكبر الميادين الموجودة في روما الميدان كان يمتلق أربع وخمس مرات ومن بعد يعني العجيب أن سبحان الله تصل بي وزارة الدخلية بعدين تشكرني تقول لي يعني يعني شرفت روما بمعنى أصحة يعني بالمنظر الجميل وبالتنظيم يعني فبعد ما كنا شكل مؤذي الآن حتى الجيران اللي هنا يقولوا يعني إحنا بنشكرك إن إحنا يعني المنطقة أصبحت مشهورة نشكرك لأنك يعني ما يشوفونه في التلفزيون وغلا كده يقولك آه بتاعنا أصبح معنا ما يكون نحنا الأجانب أصبحنا الصورة المشرفة ليهم يعني يتكلموا هو ده الإمام بتاعنا ده المسجد بتاعنا كأنه هو بقى المسجد بتاعهم هم مش إحنا يعني بقى المسجد وغلا كأنه هو بقى المسجد بقى المسجد إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر